تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك نسخة من أوراق اعتمادي محمد حمد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا وخلال اللقاء رحب بن مبارك بالسفير الإماراتي مشيدا بالعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وأهمية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة مجددا تقدير اليمن حكومة وشعبا للتضحيات الغالية التي مهرت بالدماء للوقوف إلى جانب اليمن في هذه المرحلة الفاصلة مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسفير لنجاح أداء مهام عمله بما يعزز من تعزيز العلاقات التعاونية والدفع بها إلى آفاق أرحب وأنوها بن مبارك الأهمية التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لممارسة المزيد من الضغط السياسي على الحتيين أمام المجتمع الدولي وتصنيفهم منظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتها والكيانات الداعمة لها وتجفيف منابعهم التمويلية لافتا إلى الآثار الكارثية المترتبة على استهداف الميليشيات الحوثية الموانئة النفطية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وتهديدها أمن الملاحة وممرات الطاقة العالمية مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة إذا هذه الأعمال الإرهابية والوقوف بشكل حازم غد الدور التخريبي لميليشيات الحوثي من جانبه جدد السفير الزعبي موقف بلاده الثابت تجاه الشرعية الدستورية ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه معبرا عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حضر اللقاء مدير دائرة مكتب ووزير الخارجية السفير عبد القادر هاتي ترجمة نانسي قنقر